اخر ملف قبل ما اروح لاخر اخبار الترنت وهو متعلق بخبر خرج النهاردة ان اتحاد الكورة بيحيل مذكرة الاهلي ضد لجوء بيرامدز ومحمد الشيبي للقضاء المدني الى الشؤون القانونية اتحاد الكورة استلم مذكرة الاهلي ودرس المذكرة ويأحلها الى الشؤون القانونية الشؤون القانونية هتعمل ايه؟ لان الملف ده على فكرة النادي الاهلي بيتحرق فيه بشكل قانوني سليم جدا واقول لكم في الكواليس الناس في اتحاد الكورة مش قادرة تستوعب وتفهم ليه نادي بيرامدز اقدم على هذه الخطوة لان خطوة زي دي بتحرج اتحاد الكورة قبل ما بتحرج الاندية بشكل عام لان انت هنا لم تلتزم بلوايح الاتحاد الدولي ولا لويح اتحاد الكورة ولما يكون الاتحاد الدولي للوايح واضحة في هذا الامر يجب انت كنادي ان تحترم هذه اللوايح ولا تسبب حرجا للاتحاد الوطني الاتحاد المحلي مع الاتحاد الدولي معلوماتي الناس في اتحاد الكورة مستاءة جدا جدا من الموقف اللي خرج من محمد الشيبي ونادي بيرامدز والاخبار اللي بتخرج من نادي بيرامدز للصحف المغربية في الساعات الاخيرة مش كويسة ومس صح ولازم الناس تتعامل مع الملف ده داخل اطار المنظومة القروية المصرية تاني وهم فاهمين انا اقصد ايه الناس الاشقاء في المغرب لما بيتكلموا في اي خبر جاي لهم بيبقى مصدر ثقة فانت لو عايز تصرح عندك هنا صحافة بلدك ما تقبرش الموضوع وتروح لجهات خارجية لان انت عندك هنا اتحاد كورة وكان عندك طرق قانونية تقدر تطعن بيها على قرار لجنة المسابقات كون ان انت ما عندكش فكرة على اللوايح او انت كان لك سكة تانية عايز تاخدها ده امر يخصك ولكن النادي الاهلي بيدافع عن اللاعب بتاعه تبقى لللوايح والقوانين لان النادي الاهلي كان اول جهة رسمية تصدر عقوبة من خلالها ضد حسين الشحاب والنادي الاهلي ادان هذا التصرف داخل الملعب اللي التصرف ده كان جزء من المباراة على فكرة المشكلة دي ما كانتش في الشارع المشكلة دي جات في الملعب وتأري المراقب زكر ده في الملعب والعقوبة صدرت لانها بناء على مشكلة صدرت داخل الملعب ولجنة المسابقات خدت قرار لان الامور تختص بها لجنة المسابقات ولجنة الانضباط لم تستطع اتخاذ قرار لان هذا الشأن بما ادنه زكر في تأريل المراقب فبالتالي الامر كان بيخص لجنة المسابقات احنا بنتخلق على شارع في الشارع ولا بنتخلق على النصية فنروح لا اسم الشرطة الامر امام جهات التحقيق كل يعني السقة في جهات التحقيق بناصق فيها بشكل يعني مية في المية لكن هذا امر رياضي انا بتناقش فيه وبتكلم عليه الشق القانوني ليس ليه فرصة او مجال اللي انا علق على امر امام جهات التحقيق كشكل قانوني ولكن أنا أتكلم على الشق الرياضي الشق الرياضي ما صدر من نادي برامزي في هذا الأمر مخالفة صارخة للواحل فيفا عشان كده النهاردة اتحاد الكورة أحال الأمر للشؤون القانونية والشؤون القانونية أتقول حاجة من الاتنين يترفع توصية بإحالة الملف للجنة الانضباط سواء لللاعب أو للنادي يعمى ترد رد سلبي على الأهل يعمى ترد رد سلبي على الأهل وفي الحالتين هيبقى فيه اتجاه من النادي الأهل لو الأمر هيصدر للجنة الانضباط الأهل هيستنى يشوف موقف لجنة الانضباط والقرار اللي هيتخذ ضد اللاعب وضد نادي برامز لكن لو فيه رد سلبي الأهل على طول عنده رد وفيه لجنة الانضباط في الفيفا وفيه محكمة رياضية فيه إجراءات قانونية فيه إجراءات قانونية كفلها الاتحاد الدولي لأي شخص أو لأي مؤسسة رياضية تخرج عن إطار اللوايح المنظمة للعبة كرة القدم لأن الأمر ده لو استمر بالشكل ده هتبقى اخنائة شوارع في كل المباريات كل واحد تحصل معاه مشكلة يطلع على اسم الشرطة وإنتوا في اتحاد الكورة أكتر ناس كنتوا دايما بتقولوا لأي حكم بيتعرض لأي إساءة أو لأي ضرب القرار هيجيلك وحقك هيجيلك من اتحاد الكورة وعندك قطر قانونية داخل مبنى الجبلية تقدر تجيب بها حقك لكن الخروج خارج إطار اللوايح والنظم المنظمة للمسابقات ده أمر مرفوض من اتحاد الكورة وده بيحصل مع كل الحكام أو بعض الحكام اللي كانوا بتعرضوا لبعض المواقف في المباريات القسم الثاني والثالث تحديداً لأن ده أكتر مباريات ممكن يحصل فيها مشادات ومشاكل في المباريات وبالتالي هذه الخطوة بننتظر نتيجته ولكن اتحاد الكورة بما أنه أحالي الأمر لشنون القناية شنون القناية هتدرس الأمر قانوناً وضبقاً للوايع وهتصدر توصية لمجلس الإدارة وهي التوصية هتبعى حاجة من الاتنين يا رفع الأمر لجنة المضباطية إما للأسف ممكن يكون رد سلبي لكن في الحالتين هنشوف القرارة الفترة جاء والملف ده الأهلي مش هيسقط عنه لأن ده سابقة تاريخية ومخالفة صارخة من نادي بيرامدس ومن لاعب نادي بيرامدس ومحدش يقول النادي ملوش علاقة ده لاعب في النادي بيغضع لقوانين النادي بيغضع للوايح النادي فما يقدرش يعمل أي تصرف فردي دون الرجوع لإدارة النادي لأنه فعاده بيلتزم باللوايح المنظمة سواء للنادي أو للمسابقة